السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعلم في الفيديو ده حيال في الرياضياء. بولي اوجد الناتج في ثواني. لو عطيتها 18 على 3 ناقص 98 على 7. اجيبها ازاي بسرعة? اول حاجة هعملها شد خط كسر. هجمع اللي في المقام مع بعضه. يبقى 3 زائد 7 يبقى 10. بعد كده اخد البسط اللي فوق. واخد نفس الاشارة اللي اللي هي السالب. واللي هنا هاخد البسط اللي فوق اللي هو كام التمانية وتسعين. يبقى 18 ناقص 98 يبقى سالب تمانين. واللي في المقام عندي اللي هو العشرة. سفرة هيروح مع السفر. تفضل سالب تمانية على واحد اللي هتطلع عندي كام سالب تمانية. بتاعة نشوف اللي بعدها عطيلي. اربعة ناقص خمسة وعشرين على اتنين زائد خمسة. اول حاجة عندي لازم نركز فيها لو المقام عندي ناقص فيه موجة. بيبقى عمل ايه? يبقى هاقسمهم كده. خلهم كسرين. كسر الاولين اللي هو عبارة عن اربعة على اتنين. طب والكسر التاني عبارة عن خمسة وعشرين على خمسة. طب انا خدت الاشارة دي سالب ليه? لان في هنا سالب. طب لو كان هنا موجة بيبقى حط هنا موجة. اهم حاجة عندي اللي في المقام ده يبقى جامع. بعد كده عندي اربعة على اتنين تطلع كام? اتنين. احط الاشارة اللي بينهم اللي هي اشارة الطرح. خمسة وعشرين على كام? انا اسف دي خمسة? خمسة وعشرين على خمسة. خمسة عشرين على خمسة فقام فيها الخمسة. طب اتنين نقص خمسة كام سالب تلاتة? تعالوا نشوف اللي بعدها دي لو عطي لي ستة وعشرين على خمسة وستين. في ملحوظة عندي بتقول ايه? لو ان هقسم رقمين على رقمين. لو الرقم اللي في البسط كام? الاحد بتاعه هو نفسه العشرات في المقام? يعني هنا هو نفسه اللي هنا هختصرهم مع بعض. يبقى تفضل ايه? اتنين على خمسة. طب مش فاهم يا استاس. تعالوا نجيب سؤال تاني كده. لو اعطي لي مسلا تسعتاشر على خمسة وتسعين. تطلع بكام? عند اللي في الاحد هو نفسه اللي في العشرات. يفضل لي واحد على خمسة. طب مش فاهم. تعالوا نجيب واحدة تانية كده. لو اعطي لي مسلا ستاشر على اربعة وستين. اجيبها ازاي? قلت لو الاحد اللي في البسط? هو نفسه العشرات اللي في المقام? يبقى الستة هتروح مع الستة هتفضل لي واحد على الاربعة. وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.